وقفت في الكوافير وأنا لابسة فستان الفرح قدام حازن ونمت النحة ومبرقة كنت متوقع يقول لي إيه الحلاوة دي يا عروسة أو حتى يقول لي إيه فستان العريان دا يستهانم أي كلام يساعدني ويفرحني أو أحس معانه بيغير علي كلام كتير كنت متوقعا يقوله لما يشوفني فستان الفرح لأول مرة لكن لقيت حازن بيقول أنا آسف يا نور الهدى أنا مش هادر أتجوزك والأحسن لنا إن احنا نسيب بعض دلوقتي مش عارف أقول أي كلمة أو أرد على كلامه خرفيا المفاجأة عقدت لساني كل اللي تلع علي أقول أكيد دا كابوس وحفوق منه نظرات حازم لي وهو متلغبط خلتني متلغبطة أكتر وأخيرا قلت يعني أنت مش هاوز تتجوزني يا حازم طيب والمعزين والناس اللي في القاعة طيب بابا وماما وكل أهلي طبعا أنت مش فارق معاك أي حاجة ما انت الراجل لكن الناس هتقول علي أنا إيه عروسة سابها العريس في يوم الفرح أكيد اكتشف عليها مصيبة رد وقال لي أنت ست البنات يا نور الهدى لكن أنا آسف أنا مش مستعدة خالص للجواز دلوقتي أنا بصراحة كنت بلعب عليكي كنت عايز أقرب منك شوية ونعيش مشاعر حلوة مع بعض لكن أنا حاسس إن اتخطفت اتخطفت فجأة أو اتدبست بسرعة في الجوازة دي فجأة كده لقيت نفسي عريس ولابس بدلة والنهار دا كانت بالكتاب والدخلة أنا آسف يا نور الأرض لفت بيها وما حسيتش بنفسي غير وانا قاعدة على أقرب كرسي في الكوافير أخت الصغيرة جريت عليها والنسج والكوافير كلهم بيتفرجوا واللي راح يجيب لي مياه بالسكر واللي راح يطلب الدكتور ولقيت حازم واقف ومش قادر يتكلم ومش عارف يتصرف لقيت حازم جري تلع بسرعة وسبني الواحتي ورجع بيا الزمن ثلاث شهور ثلاث شهور بس من ثلاث شهور دا كنت بنت عادية جدا مجرد طالبة في كله التجارة يومي عادي جدا وحياتي عادية جدا جدا لحد ما دخل سيكشن الرياضة المالية معيد جديد اسمه حازم أول ما شفته حسيتني مش إنسان عادية أنا إنسانة بتحب بتعشق هو دا الإنسان اللي قدر يحرق جوه مني مشاعر مش عارفة وصفها حبيت الرياضة المالية وعشقت السيكشن بتاعه بقت مستنيه السيكشن دا من الإسبوع للإسبوع عشان أشوفه كنت أروح عنده المكتب وافضة لأسأله في كل حاجة متعلقة بالمنهج كل صاحباتي قالولي عليه إنسان لعبي وهوائي ومش بتاع جواز وإنه عنده علاقات كتير لكن أنا كنت رفضة صدق أو يمكن صدقت وقلت النفسي وماله كل ما كان لي علاقات أكتر قبل الجواز دا معنى إنه هيكون خبرة في التعامل مع الست اللي هيتجوزها واللي هي أنا طبعا وقف مرة وأنا معاه في المكتب كنت سرحانة فيه وفي عينيه وعمال أفكر ولقيته مرة واحدة بيقول لي مالك يا نور الهدى في حاجة مش فهمها بصت له كده وأنا مش عارفة معلي وقلت له لأ أبدا أنا أسفة سرحت شوية هو ممكن أسألك سؤال شخصي شوية بصلي وضحك فاتكلمت على طول وسألته هو حضرتك ما فكرتش تتجوز ليه لحد دلوقتي رد علي وقال لي عنديك عروسة يعني رديت وقلت له أنا طبعا لقيته برق لي جامد فقلت له أنا مش هقدر أخبي عليك صراحة يا دكتور حازم أصلي من ساعة ما شفت حضرتك وأنا معجبة بيك جدا وقبل ما كمل كلامي لقيته بيقطعني وقال الكلام ده ما ينفعش هنا يا أنيسة نور الهدى ممكن نتقابل بره الكلية ونتكلم براحتنا أحسن ده طبعا لو أنت موافقة كنت أطير من الفرحة وفعلا حددت مع معاد كفاتر يا بره الكلية بعد المحاضرات وكنت هناك مستنياة وفعلا جه ولقيته أول ما قاعد قال اسمحيلي في البداية أعزمك على هود شوكولت وعبالك قدي أنا مبسوط وسعيد أنك وفقتي نتقابل بره الكلية وفعلا طلب الهود شوكولت وبدأ يتكلم معايا بأسلوب مختلف تماما عن أسلوب المعتاد ولقيته بيقول لي أنا كمان مقدرش أنكر النموع جبك يا نور الهدى من ساعة أول سيكشن دخلت لكم فيه وكان نفس أشوفك كل شوية وحابب أتعرف عليك أكتر وأقرب منك أكتر لكن أنا موايد وكل تصرفاتي محسوب علي ومش عايز أي كلمة تتقال عني أو عنك طبعا وعشان كده كنت مستنى الوقت المناسب ردت عليه وقلت له أنا بقى مش قادر أستنى بصراحة أكتر من كده وما دمت زي ما بتقول حاسس بكل المشاعر الحلوة دي من ناحيتي يبقى المفروض تاخد خطوة والمفروض أنت الراجل وكده يعني رد علي بسرعة وقال صدقيني نفسي أخد الخطوة دي لكن في اعتبرات كتير ولازم تاخدي بالك منها لو حد مثلاً في الكلية شافنا دلوقتي وإحنا قاعدين مع بعض في مكان عام ده هيكون لي تأثير سلبي على بكانت في الجامعة وعليك أنت كمان وأنا مقبلش حد يقول عليك كلمة أنا راجل يفرق معايا جداً كلام الناس وسمعاتي وسمعاتك أنت كمان وخصوصاً وإحنا في مجتمع شرقي غير متزد وعنده كلكيع كتير وأنا فعلاً عايز أقرب منك وأتعرف عليك أكتر رديت عليه وقلت له فعلاً أنت عندك حق إحنا في مجتمع مش ممكن يعترف بأي علاقة بين أستاذ في الجامعة وطالبة إلا في إطار رسمي ولو حد شافنا هتكون مشكلة طيب أنت شايف إيه؟ رد علي وقال ممكن نبدأ علاقتنا ونقرب من بعض أكتر من خلال التواصل الاجتماعي والكلام في التليفون ولو بعد فترة لقيني أننا وإنتم مستريحين في العلاقة دي مع بعض ناخد الخطوة اللي بعدها والتليفون والمكالمات الطويلة هتخلينا نقرب من بعض بصورة كافية مش كده ولا إيه؟ طبعاً وفقت وبقت كل يوم أتكلم مع حازم بالساعتين بالليل وأتعرف عليه أكتر وبعد أسبوع لقيت نفسي مش قادرة وحسة أنه وحشني جداً وحسة أن المقابلات في الجامعة وفي السكشن مش كفاية فطلبت منه أن احنا نتقابل رد علي وقال يا ريت فعلاً نتقابل أنت وحشاني جداً يا نور بس للأسف مش هينفع نتقابل في مكان عام ردت عليه وقلت لهم بس أنت فعلاً وحشني ومحتاج أشوفك وأتكلم معك وجه اللي وجه نفسي أشوف الحب في عيونك زي ما بسمعه منك في التليفون رد علي وقال ماهي حبيبتي مستحيل عرض سمعتك وسمعت للخطر وأكيد أنت هترفضي نتقابل في مكان خاص لوحدنا سكت شوية وقلت لا أنا وثقة فيك وموافق أن نتقابل في مكان لوحدنا رد وقال معقول يا نور الهدى هتوافق أنك تجي الشقة عندي ردت بسرعة وقلت له لا طبعاً أنا مش ممكن أدخل شقتك عشان بعيدة جداً وكمان عندكم بواب وسوكيورتي أنت إيه رأيك تجي عندي أنا في الشقة يوم الخاميس الجاي رد عليه وفرحان وقال طبعاً يا حبيبتي أنا ممكن أجيلك ابعتيني اللوكيشن وأنا هجيلك على طول في المعاد اللي اتحدديه وحددت المعاد بعد الكلية الساعة خمسة وطلبت منه يجيب معاه طورتة حلوة وفعلاً وصل حازم البيت وبعت لي رسالة وقال أنا تحت البيت أطلع ردت عليه وقلت له يلا بسرعة أنا مستنياك وفعلاً طلع حازم ورن الجرس وفجأة فتح بابا الباب كانت صدمة حازم كبيرة جداً ونظرات عيونه مرعبة وخصوصاً لما شافني وراء بابا مبتسمة ولبسة فستان جميل ولقيتني بقول له ده يا بابا الأستاذ حازم المعيد اللي كلمت حضرتك عليه وهو جاي النهاردة عشان يقابل حضرتك ابتسم بابا وقال شرفتنا يا ابني أنا سعيد جداً بحضورك اتفضل واقف ليه والله ما كانت ليه لزوم اللي انت جايبه معاك ده ده يا دوب قاعد التعارف دخل حازم وهو مصدوم ولقى نفسه بيتعرف على بابا وماما واخواتي وما دحت فيه وفي أخلاقه قدام بابا وأخيراً الحازم بعد كل نظرات التراكب والله يا عمنا لما تعرفت على بنت حضرتك في الكلية شفت فيها الأدب والالتزام والأخلاق وحست نحياتها بمشاعر نبيلة وعشان كده صممت أجلكم النهاردة تعرف على حضرتك وأشرح لك ظروفي وظروفي البيت عندي وقبل ما يكمل حازم الكلام بابا اتكلم وقال يا ابني احنا مش ناس مكالكعة وعارفين الأصول مش هقولك احنا بنشتري الراجل عشان مفيش في الدنيا راجل للبيع ولا الشراء انت مدام دخلت البيت من الباب وقاصت خير احنا هنبقى معاك في كل حاجة ومش عايزين منك خطوبة لوقت طويل ولا مهر ولا شبكة غالية ولا حاجة من الحاجات اللي بتكالك على الجواز دي أهم حاجة ان في بينكم إعجاب متبادل وربنا سبحانه وتعالى سهل الأمور لإحنا نكالكحة بقيمة ومؤخر وكلام فارغ انت بمجرد ما تجهش شقتك نعمل الفرح وكذب الكتاب ردت هنا وقلت له آي يا بابا ده حازم عنده شقة كبيرة في التجمع الخامس وعنده سيكيوريتي وهو كمان وحيد في القاهرة ووالده في الإمارات وزروفه كويسة جدا رد بابا وقال خلاص يا ابني نتوكل على الله ونقرأ الفتحة وانت اتصل بوالدك وشوف معاد كتب الكتاب اللي تحددوه خرج حازم يومها وإحنا قرين الفتحة وما فيه ثواني وكنت أعلنت على الفيسبوك وعلى الإستجرام ان اتخطبت رسم الحازم ووسقت ده بصورة من قرية الفتحة وأول ما حازم رجع البيت قفل التليفون وما ظهرش تاني غير بعد يومين بيني وبالنفس انا كنت عارفة نبدبس حازم في الجواز بس كنت بقولي اللي زي حازم مش هيتجوز غير بالطريقة دي فضل طبقا فترة مش بيكلمني وزعلان وغطبان لكن تحت الضغط الاجتماعي من زميله في الجامعة اللي شافه البوست بتاع خطبتنا وبعد التهنئة من قدارة الجامعة لقى نفسه قدام الأمر الواقع وقبل بالوضع وفي خلال شهرين بس كان محدد مع بابا تاريخ الزفاف بعد ما خلص الامتحانات وطول فترة الشهرين دول أنا كنت أسعد إنسانة في الدنيا لحد ما جي يوم الفرح وأنا كنت في الكوافير ولقيت حازم جاء عشان ياخدني من الكوافير وبدل ما يقول إنه أسعد راجل في الدنيا لقيته بيقول إنه مش هيتجوزني ويعت من طولي والدموع نزلت من عيوني وفجأة لقيت حازم داخل علي تاني الكوافير ومع واحد ماسك كاميرا وبيغني وبيقول بابا رابا رابا بابا بابا رابا رابا بابا القطاط الليه واغدينها كلها طابعية والأبطال أنا وإنت وهيا أنا وإنت وهيا وهيا وقفت وإنا مش قادرة استوحب ولقيت أختي الصغيرة بتقول حرام عليك يا أبي حازم ده مقلب تعمله في اللحظة دي أختي كتا هتموت من الرعب والخوف والمكياج اتمسح وتبهد الخالص رد حازم وقال أخرج أنت منها وبعدين هي عجباني كده من غير مكياج خالص وبعدين دي حاجة بني وبينها عشان أنا حلفت إن أرد المقلب اللي أختك عملته فيها قبل الجواز ردت أختي وقالت مقلب اللي عملته أختي فيك يا أبي حازم دي نور دي طيبة خالص وما تعرفش تعمل مقلب بص علي حازم وقاله هو بيطبطب علي كده أنت ما تعرفيش حاجة عن أختك دي فقعتني حتة مقلب هدفع ثمنه كمان دقيق لما نكتب الكتاب استوعبت إن حازم كان بيرد فيها المقلب إني دبسته في الجواز وأخيراً قدرت أقوم وعدلت المكياج بتاعي في الكوافير والحمد لله رحنا على القاعة وقبل كدب الكتاب بصيتنا حيتحازم وسألته حازم ده جواز مش لعب ولا هزار أنت متأكد إنك عايز تكمل حياتك معايا وإنك مش ندمان ولا حاسس إنك متدبس في الجوازة دي رد علي وهو مبتسم وقال ما نكرش في البداية إني حسيت إن فعلاً اتدبست فيك إيه وكنت بدور على أي طريق أخلع بيها منك ومن أهلك لكن فكرت شوية في طبتك ورقتك وحبك وإخلاصك وفكرت كمان في طبت أهلك وسعادتهم بي واحتواءهم لي وقد إنهم ناس متفاهمة وطيبة دخلوني بيتهم واعتبروني زي ابنهم ولقيت معاكم الدفة والأسرة اللي أنا محروم منها ومع الشهرين اللي فاتوا كل يوم كنت بقول الحمد لله على أحلى مقلبة عمل فيها أنا حكيت لكم قصتي يمكن فيه ناس كتير هتلومني وهتشوف إن فعلاً كنت رمية نفسي ومنصحش إن أي بنت تعمل اللي عملته لإن الجواز مش لعبة ولا هو مجل الترياء والتجربة ولا الهزار الجواز حب ورباط مقدس ربنا جمع بيما بين قلوب الناس لضمان استمرار الحياة السليمة لازم كل واحد فينا يختار شريك حياته بعناية وخد بالك من اختيارك عشان دي مسألة حياة حياة كملة هتعيشها مع حد هتعيش معه أكتر ما عشت مع أهلك ترجمة نانسي قنقر